في الحلقات اللي فاتت من مهدي يحبث جالي عدد من التعليقات من ناس علانة عشان في المهم المفضل في الفئات اللي كنا بنتكلم عنها متقلش في الحلقة فالسؤال دلوقتي قلتم عشان الناس تقول الرجل تجنن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبث برعاية كوكدور وترشحت أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2018 بالرجوع لمقدمة الحلقة يا جماعة الخير دي حلقات ترشحات مش تصنيفات يعني الهدف مش أني أقدم أفضل أفلام في كل فئة الهدف هو تقديم أفلام ملهاش شعبية كبيرة قوي وممكن يكون في عدد كبير من حضراتكم ما شفوهاش وبالمناسبة دي حابب أعرف رأيكم في أن كل حلقة يبقى لها عنوان مشترك أو نوعية وفئة معينة من الأفلام يعني زي ما عملنا حلقة التعليم وعملنا حلقة الغنى وزي ما النهاردة بنعمل حلقة رايان جوزلين يعني هل ده شيء كويس ولا أفضل نرجع للاختيارات العشوائية ياريت تعرفوني تفضلكم في التعليقات ويلا بينا نبتدي الأسبوع ده عندنا طرش حين للمشاهدات السينمائية بس أولهم وأهمهم طبعا هو فيلم فيرست مان فيرست مان هو تاني تعاون ما بين رايان جوزلينج ممثلا وديميان شازال مخرجا بعد النجاح الكبير اللي حققوه في لا لا لاند والمرة دي الفيلم بعيد عن أجواء الموسيقى والرأس لأنه بيدور في عالم رحلات الفضاء والقصة الحقيقية لرحلة أبول 11 والوصول بنيل أرمسترونج ليكون أول رجل يمشي على الأمر الفيلم مسجل 88% على روتين توميتوز ويعتبر من أكبر المنافسين المنتظرين في موسم الجوائز وطبعا هيكون موضوع المراجعة القادمة على فيلم جامد نقول على الحد بالكتير قوي مثلا الترشيح التاني والأخير في المشاهدات السينمائية هيكون للفيلم المفاجئ كتبة بيضة الفيلم ده أنا أول مرة أسمع عنه في حياتي كان مبارح اللي هو يوم صدوره الرسمي لما جات لي تعليقات بتطلب مراجعة ليه ده خلاني أشوف التريلر بتاعت الفيلم والحقيقة فيها حاجات كتير عجبتني الفيلم بيدور عن شاب مصري بيجيب خطبته الأمريكية وأهلها عشان يعرفهم على أهله وحياته في مصر الملفت بقى هو إن الجانب الأمريكي على ما يبدو فيه ممثلين بجد وبيقدوا يعني سواء على المستوى الجاد أو على المستوى الكوميدي أصلنا متعودين في الأفلام المصري يا إما بنجيب صياح ونوقفهم ديكور كده يا إما بنجيب ممثلين مصريين بيعرفوا يعوجوا لسانهم وبنعملهم أمريكان وخلاص فأنا الحقيقة بدأت أتحمس لمشاهدة الفيلم وياريت عقبال ما نخلص مراجعة فيرست مان اللي يشوف الفيلم يقولي النظام بمناسبة عرض فيلم فيرست مان فترشحتنا المنزلية الأسبوع ده كلها لأفلام من بطولة رايان جوزلين وزي ما اتفقنا في البداية دي مش حلقة تصنيفات فلو ما لقيتوش أفلام زي لالا لاند أو درايف فده لأنهم أفلام مشهورة جدا وأظن أن أغلب حضراتكم شافوهم بالفعل البداية حتكون مع الفيلم اللي حطوا على الخريطة وجاب له ترشيح الأوسكار الأول وهو فيلم هاف نيلسن من إنتاج سنة 2006 هاف نيلسن فيلم مستقل بيدور عن مدرس عنده مشكلة مع المخدرات وبيدخل في صداقة غريبة مع واحدة من تلاميضه الفيلم جميل جدا وفيه أداء استثنائي من جوزلين فرض وجوده في ترشيحات الأوسكار رغم أنه جاي من فيلم مستقل وصغير وده شيء كان وما زال نادر الحدوث الفيلم ده كمان كانت تجربة أروائية الطويلة الأولى للمخرج رايان فلاك اللي مستنين له السنة الجاية كابتن مارفل شخصيا في السنة التالية لهاف نيلسن على طول قدم جوزلينج دور رئيسي في بطولة مشتركة مع أنتني هوبكنز من خلال فيلم فراكتر فيلم فراكتر بيدور عن جريمة قتل اللي ارتكبها معترف ولكنه خطط لكل الجوانب القانونية بذكاء شديد بحيث يضمن لنفسه أنه مش حيدخل السجن الفيلم فيه ألعاب عقل وذكاء كتيرة جدا وفيه توستاية حلوة جدا في النهاية وفيه مباراة أداء تمثيلي وحوار سينمائي راقي جدا ما بين جوزلينج وهوبكنز نطير بعد كده لسنة 2011 بعد ما رايان جوزلينج بقى نجم صف أول بكل تأكيد وفيلم The Ides of March اللي بيدور في عالم السياسة والانتخابات الفيلم من إخراج جورج كلوني ورغم البطولة المنفردة نسبيا لجوزلينج لكن القيمة الرئيسية في الفيلم هي للأدوار المسندة أدوار عظيمة من بول جيماتي، فيليب سيمور هوفمن، جيفري رايت وجورج كلوني نفسه الفيلم ده فيه مشهد يا جماعة الرائع الراحل فيليب سيمور هوفمن بيهزأ فيه رايان جوزلينج حاجة كده حتخليكم تسقفوا بودانكم آه والموسيقى التصورية بتاعت الفيلم ده جمدة جدا كنت عاملها رن التليفوني لمدة كم شهر كده ترشحنا الرابع هو فيلم The Place Beyond the Pines من إنتاج سنة 2012 في بطولة مشتركة ما بين رايان جوزلينج وأحد أبناء جيله اللي خربها دلوقتي برضو برادلي كوبر حتجنن وأقول لكم علاقة اللي كنين في الفيلم ببعض إيه وعبقرية تقسيم فصول الفيلم عاملة إزاي بس هكون بحرق وببوز مفاجآت عظيمة للي ما شافش الفيلم الفيلم ده دراما كلاسيكية عنيفة بيبدأ مع محترف ألعاب بهلوانية بالموتسيكلات بيحاول يوفر حياة جديدة ليه مع صاحبته وابنه عن طريق سرقة البنوك قلت بيبدأ بي مش بيدور عن حتجنن وحكي لكم تفاصيل أكتر بس معلش في مرة كده الأسبوع ده يكون عندكم شوية دماغ وشوية صبر لأن الفيلم ده طويل جدا وتفرجوا ودعولي أما اختيارنا المنزلي الأخير فهو للفيلم صاحب التقييم النقدي الأضعف ما بين الترشحات كلها وهو فيلم Only God Forgives الفيلم ده كانت تعاون التاني ما بين رايان جوزلينج والمخرج الكبير نيكولاس ويندينغ ريفن بعد درايف شخصيا وهو فيلم فني في المقام الأول وفصوله فيها حاجات كتير معقدة وحاجات كتير مزعجة الفيلم بيدور عن مقتل شاب أمريكي في تايلاند ومحاولات أمه وأخوه إنهم ينتقموا من الضابط اللي قتلوا طبعا ده مجرد فخ عشان تشوفوا الفيلم لأن قصته أبسط حاجة في أحداته أنا برشح الفيلم لأنه عجبني فعلا مش قصدي أعمل فيكم مقلب ولا حاجة بس يجب أن أحذركم ده فيلم فني فيه حاجات كتير مش مفهومة وفيه عدد كبير من المشاهد المزعجة ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع ده أتمنى إنها تنال إعجابكم وياريت شاركوا في التعليقات بأفلامكم المفضلة من بطولة رايان جوزلين ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي اشتركوا في القناة